كنت بقول أحراركم في بداية الحلقة أو في مقدمة الحلقة أنه إحنا بنتابع اللي بنشوفه على وسائل إعلام مختلفة اللي تم إنجازه على مدى السبع سنين اللي فاته المشروعات المختلفة في مجالات متعددة جدا فالواحد حاب يعرفه وده حاجة تخص يعني سؤال فضولي وده حاجة تخصنا إحنا كمجتمع مصري أنه يبقى عندنا حاجة اسمها المشروع القومي هل ده شيء ضروري يعني علشان إحنا نهتم بيه ونتعامل معاه ولا ده موجود في دول كتير فلقيت الإجابة أبعد ما كان الواحدة تصور حصلت سنة 33 في عهد الرئيس الأمريكي روزفلت البلد خارجة من أكبر موجود كساد اقتصادي بلد فيها نسب بطالة غير مسبوقة أهم دول العالم الولايات المتحدة الأمريكية فعمل حاجة اسمها النيو ديل أو العهد الجديد أو العقد الجديد والعقد ده في مشروعات قومية كتير وقال إن إحنا هننفذ المشروعات القومية دي في عدد معاين من السنوات عشان يبقى عندنا نظام بنكي كان نهار تماماً ونظام مالي كان نهار تماماً ونحاول نعمل تشغيل أو فرص عمل هل المشروعات القومية ده شيء له تاريخ في مصر؟ لا يمكن إنه يبقى معنا الدكتور مصطفى فيه إلا وإن إحنا نتوجه له بالسؤال وراح أبعرك معنا الدكتور أنا نساء هتبقى متحيص طبعاً للمشروعات قومية لجمال عبد الناصر أنا عارف بس أنا عايز أتكلم عن فكرة المشروعات قومية في مصر أول هل دي حاجة مهمة بالنسبة للمجتمع في مصر؟ فكرة المشروعات القومية عموماً هو حجد للمجتمع وتعبئة كاملة في اتجاه المعين بيأخذ في صفة القومية من أنه هو له صادر سياسي السد العالي مشروع قومي استصلاح الأراضي الزراعية مصلوح قومي قبل الثورة حتى مشروع مكافحة الحفاء كان شعار محطوط مشروعات معونة الشتاء وختار معونة الشتاء مشروع مقاومة الجهل والفقر والمرض يعني مش شرط يبقى أسمنت مش شرط يبقى مونة لا ممكن يبقى مشر طه حسين كتب مقالة شهيرة جداً بعد ثورة 52 وهو وزير في الوزارة اللي كتاب كده وزارة وزارتين وزارة الوفد وقال فيها مرة شهيرة لم يكن الفقير راضياً عن فقره ولا المريض راضياً عن مرضه ولا الجاهل راضياً عن جاهله عدد الثلاث أوبئة اللي كان بتوكب مهدد المجتمع المصري وكيف أن مشروع الثورة في زين وساعتها بكل نقاء قد يؤدي إلى مكافحة هذه الأفات الثلاث فدي فكرة المشروع القومي ساعات يتعامل مع البشر وساعات يتعامل مع الحجر وساعات يتعامل مع الاثنين وده الأفضل لأنه برضو تغيير البشر أساسي أنا كنت مهما غيرت في الأبنية والمنشآت العقول والعقل كما هو يعني أنت مهدد بأن تخسر كل ما فعلته فلابد أن تغييروا العقول تغييروا العقول يعني التعليم والجامعات التدريب السياسي النخابات الإعلام المؤسسة الدينية خطبة الجمعة وعزة الكنيسة محجد ضخم جداً بيخش يعيد تركيبة العقل ويجعله قادر على تداول الأشياء الجديدة التي تم الوصول إليك المشروع القومي أهم حاجة فيه أثروا الجماعي أثروا على المجتمع بشكل أكبر كمية ممكنة من الناس اللي مستفيدة منه هو ده المشروع القومي لا إشعار كل مواطن أنه طرف في هذا المشروع وظن أبي أحمد بيقلد نفس الحركة بتاعتنا التاريخية إحنا إياما السد العالي قلنا إحنا بينينا السد العالي كانت خضية الناس كلها السد العالي رحلات المدارس السد العالي على خطنا بكل شيء في المستقبل بالسد العالي على خطنا بالولايات المتحدة الأمريكية بالبنك الدولي بتعميم قناة السويس بحرب السويس كل ده السد العالي وصلت لجوابات حراج القط وغيرت حراج القط ويبعت الجوابات لفطنة 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 الله يرحمه حتى أنه هو جايزة نيل مع بعض في سنة 2010 وكنا ماشيين نروح نحضر برامج قال لي تيجي نشتغل دويته لا لا كان لقلوه نظير أبدا المشروع القومي لازم بيبقى مشروع يقوده رئيس الدولة يعني في الغارب تتبناه الدولة رسميا لأنه إذا ما تملت ما نتوش الدولة رسميا يبقى حركة شعبية أقرب إلى فكرة قطاع خاص بيعمل حاجة هذا موضوع وفي بلادنا دايما لابد أن يكون مركزيا وأن يكون متلقيا لمباركة الدولة عشان يبقى مشروع قومي عشان عملية الحجد مش حتى تعملها الحجد الإعلامي والسياسي والمدرسي والتعليمي كل ده وتحرك الناس كلها حول مشروع قومي محتاج هل اختلف الإحساس بالمشروع قومي باختلاف الأزمنة؟ يعني فيه ناس النهاردة تقول لحدتك إنه والله إحنا شفنا عدد من المشروعات الكبيرة جداً اللي تمت على مدى السبع سنين لفاته فيه رأيه حيقول لا أنا مش شايف ده برونق أو ببريق المشروع القومي في العهد النصري هل بتختلف بإحساس الأزمنة؟ إيه الفرق؟ من الصحب أنك تتنكر أن ما فيش تنمية عمرانية وتوجهات نهضوية في هذا العهد اللي احنا فيه اللي كسرت ما فعل يعني لازم أن أعترف بهذا تختفق معه في كل شيء أو تختلف معه في بعض الأشياء ولكن لا يوجد هذا الزخم من البنية التحتية والبنية الأساسية والإعمار والكباري والطرق والتغييرات والمدن الجديدة مثل ما نحن في السبع سنوات الأخيرة ده لا تملك الحاكم ولا ده حقائق موجودة على الأرض هذه الحقائق اللي موجودة على الأرض لابد أن يدعمها البناء الثاني بقى ده الهاردوير السوفتوير السوفتوير اللي هو بقى التعليم الصحة السقافة الإعلام المؤسسات الدينية إلى آخر وإلى آخر وده بتبقى أصعب ساعات لأنه التعامل مع الحجر أسهل من التعامل مع البشر الحجر يطيع في كل الأوقات إنما البشر الإنسان تكيبه معقدة للغاية بس فكرة إحساس المجتمع به تختلف بين زمن لزمن بسبب أنه يعني مثلا هتلاقي أنه أيام في الستينات والخمسينات كان فيه وجهة نظر فيه راوي واحد للحدوتة دلوقتي بقت الناس مشتتة ما بين منابر مختلفة وكتير وكلها حاجات تخصهم هم كمان هم اللي بيصنعوها هم اللي بيكلموا عنها طبعا التعددية وتعدد مصادر دخول الأخبار والمعلومات من العالم والسماوات المفتوحة نستمع نحن الآن والسوشال ميديا بكوارسها تجعل الأمر الآن مش في إيد واحدة أبدا أبدا في إيد الكل كل واحد دي ضريه خبط خبطتين وطلع خبر كل واحد دور ويته وده طبعا قدم ملومي ذات له عيوب قدم فيه ميزة الانفتاح وفتح الحقائق وعدم موجود المسطور وتوقف المسكوت عنه كل ده موجود ولكنه على الجانب الآخر أيضا يسمح بتسريب معلومات خاطئة وتزوير عقل للشباب وتغيير طريقة التفكير وفقا لهوى المجموعات التي تتذخر في تشكيل عقله فهي سلاح زوح الدين بحكم التكنولوجيا نكنت بقرأ رأي بكتاب احنا طبعناها تاني في مكتبة اسكندرية اسمه الأداة الحكومية يتعامل في أواخر الأربعينات عمل إبراهيم بيوم مذكور ومريد غالي كتاب لما تقرأه تجد كأنك بتقرأ عن حاجات دلوقت بالزبط يعني التصورات للإصلاح الإداري أفكار خاصة بتغيير شكل المجتمع في مصر قضايا الفلاح المصري مشكلات العامل المصري احنا مهما قطعنا من أشواط زيادة سكانية من ناحية وتراكم الأعباء من ناحية أخرى بيؤدي إلى إنك انت تبقى كأنك محلك سر ما بتعرفش تاخد نفسك فترة طويلة يعني ده أنا فجئت إن عزق الرئيس مبارك تولى مصر ويا 40 مليون سبقه حاجة 80 تضاعف عدد السكان في فترة حكمه كان فيه محاضرة عامة أيام مبارك كنت بقولها فقلت ده تضاعف عدد السكان في عصر مبارك فواحد قال لي ده مش مشكلة السكان ده مشكلة طول المدة بتاع الرئيس يعني الشعب هو لعب كتير يعني الشعب يحرجك في أي حد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر